موسيقى الحركة الإسلامية في فلسطين الحركة الإسلامية في الخط الأخضر الحركة الإسلامية في غزة تكوين فتح بدايات حركة حماس وقبلها حركة المربطين وحركة الكفاح الحركة الإسلامية في فلسطين واحدة من أهم الحركات الإسلامية لطبيعة القضية ولحساسية قضية فلسطين من الحركة الإسلامية النهاردة في برنامج خريطة هنستعرض أهم المراحل في تاريخ حركة الإسلامية في فلسطين في الخط الأخضر وفي قطاع غزة معكم في برنامج خريطة ولأن قضية فلسطين هي القضية المركزية الأولى عند جماعة الإخوان المسلمين ولأن تواجد جماعة الإخوان المسلمين كان تواجد كبير من اللحظة الأولى في فلسطين حتى أنه في العام سنة 37 تأسس شعبة الإخوان المسلمين في بيسان في الأرض المحتلة ولم تكن حينها محتلة وتأسس شعب الإخوان المسلمين على يد عائلات المصري وغيرها في قطاع غزة إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تواجدها كان بعد سنة 48 توجد مبني على قاعدة مهمة قاعدة الأرض المحتلة الحركة الإسلامية وهي الممثل الفكري لجماعة الإخوان المسلمين داخل الخط الأخضر أرض المحتلة سنة 48 وجماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة التي تحولت بعد ذلك إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس لكن هناك تفصيلات مهمة التفصيلات المهمة هو تأسيس حركة فتح التي كان بدايتها قيادات أو رموز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين كان أهمهم خليل الوزير يوسف ابو عميرة أسعد الصفطوي والانضم لهم ياسر العلافات واختار أنه يعزل بحركة فتح سنة 65 في الوقت الذي كان يلاحق جماعة الإخوان المسلمين في التأسيس الثاني في مصر الذي كان في قيادة التأسيس الثاني الأستاذ سيد قد رحمة الله عليه في هذه اللحظة اختارت جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة أنه هي تؤسس النواة الأولى للتنظيم الموحد للإخوان المسلمين في فلسطين وكان أول مراقب عام للإخوان المسلمين في فلسطين سنة 1963 أستاذ هاني بيسيسو ثم بعد ذلك انتقلت المراقبية العامة لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين الحقيقة أنه إعلان حركة حماس سنة 1987 ما هو إلا مجرد إعلان لتأسيس الحركة فإنه قيادة حركة حماس الأولى والشيخ أحمد يسين رحمة الله عليه اللي اختمرت في ذهنه فكرة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس لألا ترتبط المسألة اسماً بجماعة الإخوان المسلمين للتشديد الاحتلال الصهيوني الخناق على هذا الاسم المسألة كانت مرعبة للاحتلال الصهيوني ذكر جماعة الإخوان المسلمين ولأن الأرض المحتلة أرض غزة احتلت سنة 67 فضلت جماعة الإخوان المسلمين تعمل داخل أرض قطاع غزة تحت أسامي مختلفة منها المرابطين وحركة الكفاح ثم أعلنت حركة المقاومة الإسلامية سنة 87 وكان أهم القيادات في هذه اللحظة الشيخ أحمد يسين المؤسس رحمة الله عليه ومعه دكتور إبراهيم مقدمة وبعض القيادات الأخرى الحركة الإسلامية في الكويت والتي كان جزء منها فلسطينيين بالأصل بدأت عملية الطائرة الشراعية التي اقتحمت المستعملات الصهيونية والكمال الصهيونية فبدأت عملية تأسيس الفعلي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ اللحظة الأولى لم تنتهج العمل المسلح بشكل مباشر المسألة مقاومة مسلحة عندنا مقاومة مسلحة لكن لم تنتهج هذا الأمر إلا بعد إعلان الدكتور إبراهيم المقدمة تأسيس كتائب عز دين القسام كتائب عز دين القسام التي تولت عمريز المقاومة المسلحة وبدأت تحيي ذكرى أو تحيي مآثر جماعة أخوان المسلمين أو أعضاء التنظيم أخوان المسلمين في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيونية والحقيقة هنا في تفصيلة مهمة جماعة أخوان المسلمين في مصر لم يثبت حملها للسلاح إلا على يد التنظيم الخاص هذا كان أغلب عمله كفاح مسلح ضد المحتل البريطاني وهكذا الحال لما شال الإخوان المسلمين أو حركة الإسلامية في فلسطين السلاح ضد المحتل الصهيوني والحقيقة أن هذه تفصيلة تؤكد على أن طبيعة مواجهة السلطة الموجودة حتى وإن كانت سلطة الاحتلال بتأثر في سلوك الحركة الإسلامية شالت سلاح لأنها في مواجهة قوات محتلة ومواجهة سلطات محتلة لكن هناك أيضا تفصيلة مهمة تفصيلة القيادات مع أن وجود الاحتلال كان مزامن من سنة 48 في داخل الخط الأخضر ومع وجود الاحتلال في أرض غزة من سنة 67 إلا أن حمل السلاح لم يكن تزامن إلا مع وجود قيادات كانت مؤهلة لحمل السلاح كالدكتور إبراهيم مقدمة الحقيقة أنه حتى هذه اللحظة حمل السلاح داخل الخط الأخضر من جانب الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر اللي بيقودها الشيخ رائد صلاح والأستاذ كمال الخطيب في أضيق الحدود ولم يعلن كتائب مسلحة للحركة الإسلامية الحقيقة أن هذه تفصيلة بتؤكد على المعنى اللي قلنا عليه أهم القيادات كيف واجهت السلطة الحركة السياسية والظروف والبيئة المحيطة اللي هي ظروف احتلال منها في داخل الخط الأخضر اللي منعت وجود كتائب مسلحة أو حركة مسلحة تقاوم المحتل الوضع مختلف في الأراضي المحتلة سنة سبعة وستين بر قطاع غزة وهي موجود فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس والحقيقة الاستثناء الوحيد هو داخل الخط الأخضر بوجود الحركة الإسلامية التي تحمل ذات الفكر وهو فكر جماعة الإخوان المسلمين الحقيقة الحركة الإسلامية في فلسطين بدأت التطوير باتجاه أنها تكون حركة قطرية وهنا هذا مسألة مهمة جدا بانتقال المراقبية العامة لجماعة الإخوان المسلمين إلى تأسيس حركة فلسطينية حركة مقاومة إسلامية فلسطينية قطرية لا تعني أبداً بما خارج فلسطين وهنا هذا المعنى لأكدته حماس في أكثر من مرة وبذلك تحولت الحركة الإسلامية داخل فلسطين من حركة أممية وحركة عالمية مثلها مثل حركة الاشتراكية وحركة الشعيعية وحركة إخوان المسلمين في مصر إلى حركة قطرية على مستوى الممارسة حتى وإن أكد جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن حماس ما هي إلا فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في فلسطين الممارسة بتقول خلاف كده تأكيد حماس على أنه هي حركة قطرية لا تمارس العمل السياسي إلا داخل القطر الفلسطيني مسألة مهمة وهنا بنلاقي تطور في الفكر التطور بيحصل يا جماعة بالممارسة والتطور بيحصل بالزمن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفضل حركة أيا كانت على نفس الوتيرة مع الزمن وإلا يعتبر جمود وهكذا تطورت حتى أفكار تنظيم الإخوان المسلمين أو تنظيم الممثل لفكر جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم حركة إسلامية الأبرز في فلسطين حماس إلى القبول المؤقت بحدود 67 وهو ما لم تكن تقبل به الحركة الإسلامية قبل ذلك وهو قبول مؤقت بيضع الاحتلال الصهيوني زي ما يقوله في خانتي ديك إذن إحنا قبلنا بهذه الحدود بشكل مؤقت ومع ذلك بيستمر الكيان الصهيوني في الصلف ومعاندة وحتى هذا الأمر لم يقبل الحقيقة أن تطور حركة الإسلامية في فلسطين بنشوفه كمان في حركات إسلامية في أماكن أخرى في المغرب العربي في تركيا وهو موضوع حلائتنا في قدمة شعور اشتركوا في القناة